نشرت الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعنوين رئيس الجمهورية يطلع على الوضع الأمني في تونس وخاصة على الحدود وعلى جاهزية العليا للقوات العسكرية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشرع في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة والجربوع يصرح بأن العملية تسير بنسق حثير في زيارة إلى ديوان الحبوبة رئيس الحكومة ينفي صحة ما يروج حول ضيع كميات من الحبوب ويؤكد تسخير كافة الأمكانيات لتجميع أكبر كمية من الصابع أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الأخبارية الوضع الأمني بالبلاد شكل محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم بقصر قرطاج رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي وصرح زبيدي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية استعرض الوضع الأمني خاصة على الحدود والجاهزية العليا لقواتنا بفضل التنسيق المستمر بين المؤسستين العسكرية والأمنية كما مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها وزير الدفاع الوطني عرضا حول الأنشطة التي أشرف عليها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لانبعاث الجيش الوطني شرفت اليوم بلقاء السيدة رئيس الجمهورية في إطار استعناف نشاطه وكانت فرصة لاستعراض الوضع الأمني على الحدود التونسية البرية والساحلية وكذلك الفضاء الجوي والمجال الجوي وكانت كذلك فرصة لعرض كل الأنشطة التي قمنا بها في إطار الاحتفال بأيد الجيش الوطني وبهذه المناسبة نحب أن نأكد أمنيا الوضعية مستقرة والوضعية تحت السيطرة وذلك بالتنسيق الوثيق بين قوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي شهدت المنطقة السكنية الجرف الأحمر بن يغزيلة تابعة لمدنين شمالية شهدت صباح اليوم هبوطا اثراريا لطائرة عسكرية حربية ليبيا وعلى متنها قائدها وقد أفادت وزارة الدفاع الوطني أنه تم صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنصف التفط إلى اختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بن يغزيل جنوب مدنين وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العملياتية لاعتراضها والتعرف عليها غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها وأضاف بلاغ وزارة الدفاع الوطني أن طائرة عسكرية تونسية تدخلت على عين المكان وتبين أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوي عسكرية ليبيا من نوع آل 39 يقودها ضاب الطيار برتبة عقيدة الذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب الحرس الوطني بمدنين سيواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السادس من أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالية المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وقد أفاد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية إيداع القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية انطلقت بنسق حثيث في كافة الهيئات بالداخل والخارج يتواصل قبول ترشحات على مدى ثمانية أيام إلى غاية يوم 29 من جوليا الجاري وحول أجل النظر في القائمات المترشحة قال الجربوعي أنه سيتم البت في هذه القائمات في أجل ثلاثة أيام بعد غلق باب الترشحات قبول الترشحات للتشريعية القادمة في السادس من أكتوبر استبق أمس بتنظيم عمليات محاكات في مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات تم على إثرها وفق عضو الهيئة أنيس الجربوعي أقرار وتعديل عدد من الترتيبات البسيطة والتقنية على هذه العملية قبل يوم من انتلاق فتح باب الترشحات للتشريعية احتضنت الهيئات الفرعية للانتخابات عمليات بيضاء محاكات سعت من ورائها إلى تيسير عملية قبول الترشحات وتبسيط مراحله لكل المتدخلين الغاية من العملية البيضاء هي تعويض الأعوان والمترشحين على أهم المراحل اللي يقوموا بها في تقديم الترشحات بعد ما نكملوا إدخال مع المعطيات الخاصة بالأعضاء نقولوا نعطيه وصل المتقدم بالمطلب إذا كان عنده إشكال في أي عضو في القايمة ككل نعلموه بيه البين بشو يحاول بشي يدارك العمليات البيضاء قدمها المجرفون على الهيئات الفرعية على أنها تجارب مجدية قوامها التبسيط وهدفها الوقوف على الجاهزية مطلقنا منذ بداية الأسبوع في التحذير لهذا اليوم مطلقنا بتكوين عوان الهيئة على منظومة قبول الترشحات وكيف كيف هيئنا الفضاء هذا بشي يكون في أحسن الظروف لإستقبال نحن موفرين كل الإمكانيات البشرية والوجستية نحاول نبسط لجراءات المدخلين في العملية الانتخابية كما فسحت عمليات المحاكاة المجال لكل الفاعلين في العملية الانتخابية للوقوف على النقائص إن وجدت نبدأ متطلع وكمش نعاون حد وكمش نخدم مع قائمة معينة أو مع حزم معين نبدأ متطلع وعارفة شنوه نعم أحد العام توسب الشهر خذها على عاطقه أنه يكون يتبع الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها فهتكون مراس الجهوية في كمال الجمهورية العملية البيضاء تم إعداد لها من طرف الهيئة بشكل جيد ولكن ككل موعد انتخابي نلاحظ دائما فيما نقص في التكوين عند المتقدمين للترشحات وتمتد فترة قبول الترشحات حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي ينطلق بعدها البت في ملفات القائمات المترشحة قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بزيارة فشئية إلى ديوان الحبوب للتفقد والاطلاع على نتائج القرارات الأخيرة لرفع صابة الحبوب المكدسة على قارعة الطريقة والتي كان وزير الفلاحة سامير الطيب أذنى السبت الماضي لديوان الحبوب برفعها حالا في غضون 48 ساعة نحن في متابعة لعملية تجميع الحبوب صابة قياسية تاريخية أكبر صابة في تاريخ تونس هذه السنة وشفتوا اللي صار ومعنى مجهودات كبيرة قامت بهم دولة كل أجهزة الدولة تدخلت بما في ذلك الجيش الوطني نحب نحيي كل أعوان ديوان الحبوب والمندبيات الفلاحية والولايات ناس كل قاعدة تخدم على الموضوع ذايا ما فماش كميات ضايع ذايا موش صحيح ليقولوا فيه ثم إشكاليات في التجميع وإشكاليات في النقل خسخرنا كل إمكانيات الدولة هناك متابعة لسيقة يومية مع سيد وزير الفلاحة ومع الإطارات في وزارة الفلاحة فإن شاء الله كما قلت منه الآخر شهر جويلة هناك بواد الانفراج في عمليات التجميع والنقل ومعناها ترجع الأمور إلى الأمور العادية إذن نفهموا لهذه كما قلت أكبر صابة في تاريخ تونس الصابة قياسية حمد الله رب يعطانا الصابة هذه وهذا يمكن من تقليص الواردات وهذا يمكن عنده أثر على الميزان التجاري وعلى العملة في تونس إن شاء الله تنطلق غدا من محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقع المقدسة وذلك في حدود الساعة 28 دقيقة مساء ويبلغ عدد الحجيج في هذه الرحلة 220 حاج وحاجة من ولاية نابل على أن تكون رحلة العودة إلى تونس يوم الثامن عشر من أوت القادم ويذكر أن العدد الجملي للحجيج التونسيين لهذه السنة كان في حدود عشرة ألاف وتسعمائة وثمانين حاج وحاجة ستؤمن تنقلهم نحو البقع المقدسة الناقلة الوطنية بالتناصف مع الخطوط الجوية السعودية وذلك في حدود 25 رحلة من ستة مطارات تونسية ويتضمن الوفد المرافق للحجاج 500 شخص يمثلون كافة الأطراف التي ستتولى الإحاطة بالحجاج والصهر على أداء مناسك الحج في أفضل الظروف في أخبار العالم شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الأسرائيلي اليوم في عملية هدم منازل الفلسطينيين في قرية فلسطينية بضواح القدس الشرقية المحتلة وفيما تزعم قوات الاحتلال أن المباني أنشأت بطريقة غير قانونية وصف الناتق باسم الحكومة الفلسطينية عملية الهدم بأنها تطهير عرقي للمدينة من سكانها سور باهر البلدة المقدسية الفلسطينية التي عانت طوال سنوات من التهام الاستطان الإسرائيلي لجزء كبير من مساحتها استفاقت فجر اليوم على خطوة تصعيدية غير مسبوقة المئات من جنود المحتل الإسرائيلي ترى